بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليش في خالق المرسلين سيدنا محمد وعلى الله وصحبه اجمعين. بعد حضركوا شوانتي ما اتكلمتنا اتكلمنا في موضوع نيفس ووركس وازاي نعمل كلاش ديكشن والكلام ده كله. ان شاء الله ليه نراجع عليه تاني بس انا لقيت الناس مستعجلة شوية على موضوع دوكومنتيشن ازاي تخرج اللوحات من الريفت فهنبدأ نخش على طول في موضوع دوكومنتيشن ونرجع تاني ان شاء الله ليه نيفس ووركس في شابتر اثنين بازن الله تعالى. حد لقيت نخش على شابتر الثلاثة موضوع الموضوع دوكومنتيشن. طيب اول حاجة بعملها بشوانتيشن بشوف ايه اللوحات اللي انا محتاج اخرجها للكلينت بتاعي. يعني دي مثلا شكل اللوحات اللي هتخرجي للكلينت بقى. انما ان احنا كنا عاملينهم دول دول كاللوحات الانالتكال زي ما احنا قلنا عشان خاطر ابص على العنصر التحليلي و لوحات ووركينج انا شغال عليها بس لسه برسم عليها. فاضل بقى اللوحات اللي هتروح للكلينت عندي. بعم بعملها ازاي بشوانتيين. بروح لقايمة view. بقوله حاجة اسمها plan view. حاجة اسمها structure plan بالشكل ده. انت عايز تعمل ايه? structure plan. بس بقولك انت بالفعل كل الموجود هو structure plan. هقول له شلي كلمة don't duplicate دي. لأ انا عايز اعمل duplicate بالفعل. duplicate ليه? هقول اول حاجة foundation level انا عايز اعمل منه plan هيروح للكلينت. وعايز اعمل slab and grade لانه بالفعل في جزء هيروح للكلينت. والفرنش ground level عشان اعمل الكولم نك والكلام ده كل. يعني تقريبا هناخد كل البلينت دي. وممكن نفس البلينت ارجع تاني اعمل له duplicate تاني منه نفسه يعني. هروح على البلينت زي ما احنا بالتفقيل كلنا بشوانتيين. اخترم كلهم بالشكل ده. واروح اعملهم اوديهم لحاجة اسمها to client بالشكل قدام ده كده. دي اللي بحاجة هتروح للكلينت بتاني. لو انت عارف اسمه فبتكتب اسمه هنا. to مثلا شركة كزا. ماشي? هروح اول حاجة بشوانتيين. انا عايزين نزبط اروح وليكن. انا اول لوحة عندي اتكلم عليها لان فيها شوية افكار هي لوحة اللي هي الستيل كولم بيز بليت بالشكل الى قدام نهاد. الستيل كولم بيز بليت لي اوت. هروح اختار الاسم من هنا كده. زي ما هوا مطلعوا كده. اهو. ستيل كولم بالشكل قدام نهاد. بيز بليت لي اوت. هروح الراجل ده اقوله اف اتنين او اقوله right click rename. وتديره الاسم نفس الاسم بالزبط. ستيل بليت. ستيل كولم بليت لي اوت. هزبط بعض الحاجات يعني انا شايف ان ال view range هنا الراجل قري لحد الفونديشن هاجب من هنا على ال view range. هقوله لتحت كده. كيف عليك ولا يكن ستمائة ملي ويرالي لحد ولا يكن تبنمائة ملي بس. ما توصلش من الاسلابونجريد ما توصلش لحد تحت اوي. ماشي. ما توصلش لحد تحت اوي كده. بعد كده اخليه زهر فايل. اخليه ويرفريم عشان كل حاجاتة بقى زهر على. الكلام البيم دي انا مش عايز اي بيم عندي خالص اقول له في في او في جي اضغط على حرف الاس عشان اوصل لحد الجزء. الستراكشور. الستراكشور. اقول له من هنا. المشعايز كيش اشوف الموجود عندي دي اصلا معين. بالشكل ده. الطبعا levision مش عايزة اقول له في في. اروح لان دي حاجات زيادة دي اللي هي العناصة الأسية مش عارف ايه كل العناصة العناصة اللي انا بقى قدر عملتها من هنا. الحاجات الزيادة بقى levision تاج توفيه حرجه اها اي حاجة ايه زيادة وحطها الملح اللي احنا بنحطه على اللي احب بتاعيتنا زي ما احنا بالقول كده. تمام? طيب. انا عايز ازبط شكل هنا اروح على اي اي بلان انا كنت مزبط فيه. الجريدات. ارجع ما اختاره عادي خالص جدا من هنا كده. كل الجريد. برضه اختار كنترول. وقوله فلتر. انا عايز فقط الجريدات بس اللي تختارها لي. وقوله حاجة اسمها اروح على البلان اللي انا اشغل عليه او اختار كل البلانات عشان يزبط فيه كله اللي يعجبك. انا بختاره في ده وبعد كده من ده. ببدأ اطبقه على الباقي عادي خالص جدا نقع. برجع تاني. امسك من هنا. واروح جاية شايف كل البلانات اللي انا اللي هي جنبها واحد دي اللي هي ايه دوبليكيشن. اسمها يتغير طبعا بعد ما ايه? بعد ما اغير. دي اللي ايه? اهو. اقول له اوكي خلاص هيزبط لي في الباقي كله. الرفرنس بلان دي ممكن اقول له في في اشيالها لو انا مش محتاجة ممكن اعمل لها دليت. لو انا محتاجة اقول له في في. عرف الار لحد ما اوصل لكلمة ريفرنس بلان. اقول له شلي الريفرنس بلان. بتظهروا ليش. بالشكل ده. تمام? كده حضرارك بشوانتين يعني احنا كده بدأنا نشوف كل حاجات ده. تعالوا كده نشوف بحنا بنعمل تاج للجزء ده زي. زي بعمل تاج للكولم اللي موجود عندي. لما قلت بشوانتين باروح على قيمة عندي حاجة اسمها تاج بايكاتوجري. تاج بايكاتوجري اللي هو تي جي اللي انا بختار كل قيمة انت عايز اديله توصيف بتاعه براح اقف عليه. وفي جنب انا حاجة اسمها تاج اول. تاج اول دي ان انا براح جايله بقى كل الكاميرات عرفها لي اديله التاج بتاعها. كل العمدة اديها التاج بتاعها. كل الكنيكشن اديها التاج بتاعها. خلينا نبدأ تاج بايكاتوجري ونفهم الفرق ما بينهم دلوقتي. لو انا روحت على اي حاجة من دول على طول بص كرة او ما بقى قدامي بيبدأ يديني ان ده اسمه بديستال وان. اروح بس على ده. على طيب عشان اختار العمود هيقول ده اسمه كزا. هروح للكونيكشن طبعا هيقول ما فيش فاملي للكونيكشن لوديد. انت محتاج تعمل فاملي للكونيكشن وهنتكلم معناها دلوقتي. عندي مشكلة كبيرة بس بشونتين كنا عملناها. ايه هي? ان انا هنا الراجل ده اسمه ستيل كولام تلاتة على بيز 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 تلاتة. وبعد كده انا عايز في الاليفيجن ان الراجل ده يبقى اسمه ستيل كولام ون او ستيل كولام اتنين. انا عايز يبقى اسمه ستيل كولام اتنين مش عايز يبقى ستيل كولام اتنين على بيز 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 اتنين. انما كده دائما كل ما اجي عملتك هيشار للكلمة ستيل كولام اتنين على بيز بيز اتنين دي. تمام? فانا عملت النقطة دي فعايزين نحل المشكلة عندنا هنا دي. هقول لك على طريقة جميلة جدا عندي. انا بحب اعملها. هروح لالستيل كولام من هنا هغير الاسم بتاعه واخليه فقط ستيل كولام وان. فمع زرعة هتتعابوا معنا هنرجع تاني نمشي لان طبعا نفس 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 الكولم ده موجود اخوه بس مسلا هنسمو ستيل كولم اتنين. فمع زرعة هنمشي عليهم واحدة واحدة نرجع تاني نزبط موضوع ستيل كولم وان وستيل كولم اتنين. يبقى انا كده ايه كل ما اروح في اي مكان اتيجي الكولم ده هتيجي باي اللي هو باي آآ كولم نمبر لان هو فهم من اين ان ده اسمه كده. لان انا انا جوه ما خليه يقرأ حاج اسمه اهو من هنا كده خليته حاجة اسمه مش مثلا ال ما كان هيرالي اللي هو اسم العمود اللي هو كان يقول لي ان ده اسمه عامودي استيل كزا اهو ده كان هييرالي ال ما هو انما انا عشان خاطر دخلت cand replication هنا الحاجة ديناميك اللي اللي هو بقراها دخلت هو جوة ده خليتوا اي ارى حاجة اسمال اللي انا عرفته اللي كان اسمه الكولم نمبر. تمام فانا بديها حتى الاسم بتاعها او 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 انا اراجئ لو كنت بخليها اللي هو العادي بتاعنا كان يقراري الاتش اي بي كزا انا انا اديته واحد ونص ميلي اللي هو الاسمه ستيل كولم وان بالشكل قدامنا ده كلا طيب نرجع بقى للمشكلة اللي احنا بنقول عليها اللي هي مشكلة البيس بليد ان انا ما بعمل هنا انوتيت واروح اعمل تاج باي كاتوري اروح جامل بيس بليد ما بيرضاش طيب هتعمل ايه باش ماندس اعمل الحركة اللي انا بقولك علي دي عشان تتعلم ازاي تعمل الانوتيشن هولو فايل نيو حاجة اسمه انوتيشن سيمبل بالشكل قدامنا ده كده لو معرفتش تجيبها بتخش عادي على خالص على الفاميلي تيمبلت على انجليش انوتيشن لو انت ما ايه معرفش توصلها على طول بروح اختار حاجة اسمه متريك تاج من انوتيشن بقول له حاجة اسمه متريك جنرك تاج بالشكل قدامنا ده حاجة جنرل عندي بيديني شوية نوتس ازاي تعملها فبختار اول مالناجد عضي انا الرجل مش عايز الارشادات بتاعتك تمام اهم واختر نقطة ان انا اروح اول حاجة في الفاميلي كاتوجري اروح اعرف ان دي خاصة بالستراكشن الكنيكشن عشان خاطر اي كونيكشن اجي اراها يقرا عادي خالص الكنيكشن بتاعتي يبا دي ما اروح الى اي كونيكشن هيتايجها عادي واقول له حاجة اسمه روتيتو اسكمبوننت يعني روتيتو اسكمبوننت يعني بقول له لو مثلا الكلام اللي انا بعمله ده لفه في زاوية لفه معا بنفس الزاوية عدل خليك عدل رأسي خليك رأسي وهكذا فده انوتي مهمة جدا بعملها طيب هتعمل يا بشوانس بروح من قايمة كريت اقول له حاجة اسمها لابل ماشي لابل ده الحاجة بديناميك عندنا وباختار بقول مننا حاجة اسمها طايب طايب نيم بالشكل قده اقول له كي كده الكنيكشن نفسها على حسب الاسم زي ما احنا كنا مسمين احنا كنا مسمين بيز بليت اتنين لو حضرانك وتفتكر لو انا روحت هنا كده اخترتها كنت انا مسميها بيز بليت وان وغيرها بيز بليت اتنين وانكذا هو هيقرا الطايب بتاعها اللي هو اسمه بيز بليت وان حل طايب انا عايز بقى اعمل حركة كويسة عايز اعمل ايه هقول له يقرأ لي كلمة بيز بليت وان ويعمل عليه عليها ان دين متصلة بكلام اسمه كولان وان يعني نفس البيز بليت دي روان عايز اعمل لها برضو حاجة زي كامل amiga عليها اقول له ان دين متصلة باي كلام اسمه كولان وانكتي المتصلة بحاجه اسمها Siliculum اسمه tale column اتنين بتعملها ازاي بيز بلا سهن بيجي من هنا بشوان سين بيقول له حاجة اسمها او بايجي من هنا كده من لابل عادي خلص جدا في ناس بتحب تختار الكومنت بس انا بيحبش اختار الكومنت لان الكومنت ده بيحتاجه في حاجة كتير ان انا مسلا مزنوق مسلا فعايز افرق ما بين الاسمها و الاسمها مثلا عشان احصر دي الوحدة و دي الوحدة فبحصرهم عن طريق ليه او بفرقهم في الريست كادي والز عن طريق الكومنت لسه هنتكلم عنها ان شاء الله فبديها برامة الفيديو ده انا مش خسر ان حان يعني ده حتة برامتر عادي خالص جدا اقولوا create new برامتر جديد نسايفه مع اخواتهم معانا هنا في الريفت في البرامتر بتاعتنا واسميها خاصة بالبرامتر الكنيكشن واعمل مسلا ضمن الكنيكشن للبيز وهديها هنا اسميها كولم طعيب بالشكل قدوم ده كده عشان انا بعارف ايه ان هي دي ده الاسم بتاع العمود اللي انا اخليه جوه ايه كده يتود البرامتر جديد واسمه ايه تاكست زي ما احنا متعودين خليه كومين عادي اوكي 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 وراح جاي ضايف البرامتر اللي اسمه كولم طعيب هزله تحت شوية كده بالشكل ده كده يعني انا حاول نزبطهم بالشكل انا اعملت حاجة اسمها طيب نيم والكولم طيب طيب في بعض الحالات برضو نخلينا مور في بعض الكيسيز اللي يسميلي ان ده على بيز بيليت وان وفي مسلا يعمل لي بلان تاني خاص بالباس بليت بس ويسميه لي بيز بليت بس طب انا عايز اعمل حاجة دايناميك كده برضو يعني ايه يعني اقول له اه مرة ازرها لي على بيز بليت وان ومرة ازرها لي مسلا بدون اا بدون مسلا 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 يعني او مرة ازرها لي بالكولم بس يعني مسلا ممكن اخليه ازهل للكولم بس يعني شوف برضو الجمال في الموضوع ده شوف هنعملها ازاي بايجي على طيب نيم حاجة اسمها ببرامتر هنا اسمه فيزابول لو انا شلت ده كده خلاص ده كده هيختفي من الفام اللي عرضه مش يبقى ظاهر عندي لأ فانا عايزة برضو حاجة اسمها ديناميك زي ما احنا اقوله من هنا كده ومنساش طبعا اغير اللي بس عشان ايه نيباش كبير اخليه عشان خطر اسميه واحد ونص ميلي من هنا كده ومنساش برضو اديها في اسم الايه في اسم الفاميلي عشان خطر ايه عبقى انا عارف من الطائب بتاع الفاميلي دي اللي هو ايه واحد ونص ميلي شكل ده كده هيجع الراجل زي ما احنا ده وادي له من هنا كده اقول له بارامتر اسميه بيز بلايت ماشي طائب نوعه طائب عشان يتغير في في الفاميلي بالكامل اقول له اوكي واجع الراجل محترم ده هدي له برضو طائب واقول له من هنا كده كولم طائب بالشكل اقول له اوكي بص بقى مش مانسين حاجة بقى من هنا من الفاميلي بقى نفسها هلأي هنا بقى هدلو بقى ايه دوبليكيت هنا هسميه بيز بلايت اند كولم طائب يعني انا عايزهم اللي اتنين يظهروا يعني ماجا تاييك اللي اتنين يظهروا مع بعض في انا عامل العلامة عليهم اللي اتنين اتنين ايه فيزابول ومقديم فاليو طائب عايز واحدة تانية اسميها بيز بلايت بيز بلايت اونلي عشان برضو ما انساش برضو ان ادعي ايه ايه ايجع لكولم طائب اشيله واعمل دوبليكيت اجعلها بيز بلايت بالشكل ده يبقى هنا كده بالشكل ده ا specifics يبقى هنا اجعلها بالشره ولو اقليلو переход باتل باس بليت ما خليها جنرال يعني انا مجرد قدو كان ممكن ما سميهاش باس بليت كان ممكن لسميه ما هذه اصلا استخدمها لأي كونيكشن تاك اه اسميها ايه جنرال يعني برضه عشان ايه شكل شوية نتابع البناء هي اصلا تفعل كل حاجة ايه جنرال كونيكشن واسميها بيز يا سيدي ممكن عمل منها دوبليكات وغير كلمة الكولم دي ازبطها ايه حاجة ده مهم بس انت افهم لما افهمت اتلاقي الموضوع انتها معاك اقول له اعمل اللي هالي في البروجيكت وغفيلها اروح بقى لليه للستيل كولم تعالوا بقى نشوف الراجل ده استفاد منه ازاي ارجع بقى تاك وارح اختار نفس بص شايفين نفس الكونيكشن ايه اهي شايفين اللي حصل الراجل عمل لي كونيكشن اهي عمل لي ايه ليها بالشكل ده ممكن اخفي الليدر بس انا مش عايزة تظهر كده انا عايزة من الاتنين جن ببعض ارجع تاني ايدة فاميلي بقى اصغر مسلا ده خالص ودي كده خالص بالشكل ده مادا كده عايزهم الاتنين ابوا جن ببعض انا مش عايزهم بالشكل الغريب البيغ ده كده اقول لك عادي يا سيدي خالص اقول له ايدة فاميلي وتعالي على الكولم طايب اهي الكولم طايب اللي احنا عملناها راح فين راح فين راح فين كنترول زد انا عاسف تعالي شيل الاخ ده وتعالي على الكولم طايب ايدة لابل تعالي من هنا كده اقول له طايب نيم طلع عفو هنا كده اقول له اوكي اللي اتنين جنب بعض سانطرهم كده طلعهم لفوق كده بالشكل ده عايز يعمل لي سلاش ما بينهم فانا بايجي من هنا من الجنب هنا بقول له حاجة اسمه صافيكس يعني بعد ما تكتب كلمة الطايب نيم اعمل لي السلاش دي بالشكل ده ممكن اعمل لي ويدت وعمل اسباس قبلها كمان اهو بالشكل ده كده مش معنسين واعمل سيف للفهم اللي دي برضه عشان بقاطري اوفر رايد شايفين الجمال ايدي اختارها فاضل بس ان انا مسك كل الكنيكشن اقول له سيلكتون النسان فيزابل ان فيو طيب البرامتر نسيت اضيفه من هنا مانج بروجيكت برامتر اد احنا قلنا ايه محكونا عاملينه بروجيكت برامتر ادي هنا كده اد الكولم طيب واروح جيرا انا رايح من هنا على ستراكشور كونيكشن ادي ستراكشور كونيكشن اقول له اوكي اوكي تعالوا بقى امسك الراجل ده كولي كونيكشن ادي على كلمة كولم طيب اسميه ستيل كولم وان بالشكل ده شايفين موضابها جميل جدا ممكن تمسك الفاميلي دي اهو تراجع له لا انا عايز ازور البيس باليه تقول لي انت بتلعب صح طيب معلش يا شو انسين قويس ان احنا بنقطع عشان قطر ايه اا نفهم الموضوع افضل احنا هنا روحنا هنا على الراجل ده تعال كنا نقول له اللي اتنين ظهرين هوت البرامتر حتى لو اضطكت بطرف خطأ البيس باليه افضل اجل طيب ليكون مزبطي نفهم اه اه معلش مش ما نسينا ناسف هو مضمتهم على بعض حصل المشكلة اللي احنا كنا منتكلم فيها يعني مضمتهم على بعض ما بغش كل واحد لوحده تمام عشان كده زهرت المشكلة دي يعني شايفين لما انا عشان ضمتهم على بعض فاضطر ايه هعمل ده كده طيب 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 نيم الشكل ده هاجه على طيب نيم اقول ادي تليبل وايجي بعدها كده اقول له space واقول له suffix عشان يبزارة بعدها كده ده احنا كنا اقيم امدينه البرامتر ده اللي اسمه طيب نيم او اسمه base blade وهده كنا امدينه البرامتر اللي اسمه column type تمام احنا نجرب تاني نمسك ده ادي كده بدلت تشتغل معنا هاي لش مانسين ادي organize base blade هناك ده وال comb column type وارح نجرب من هنا تاني هذه phase two base blade في الabanى وامبان 붙 وعملي فرود ان تصبح全 موجود نعم احنا فقط تصبح من دernen كل المطلوب طب ما انت شمعنا هنا يا دي البيس بليت قولني طيب مش مانسين خليني بس عمل لها سيف هنا كده بالشكل ده كده انا سيفت الفاميلي هروح عزيفها بس كده طيب نجرب نشيلها خالص ما يخش على فاميليز مانوتيشن سيمبلز هروح على الجينريك واجي منه على الراجل ده بعد ما انا ازبطه اكد تاني ان انا ازبطه ادي البيس بليت الاثنين كده مع بعض ادي البيس بليت اوني ادي الكولم طيب اوني امسك الراجل ده اتاكد تاني واخد الكولم طيب ماشي طيب لو دي انتو بروجيكت امد كلاوز تاج ادي الراجل بتاعنا هوت اختار من هنا بيس بليت اختار من هنا اد الكولم طيب اشتغل معنا وبعد زي الفول اللي هاي باش مانتين بدون اي مشكلة راح بس ال فاميلي ادت فاميلي مقرب البعيدة شوية اسيفها ماشي بالشكل ده كي بش ما اسيه تمام فقدر بقى ايه امسك كل بقى من هنا اقوله بقى من annotate اقوله اروح هنا على وما انساش بقى اختاري اللي انا لسه ايه عمله انت عايز تختاري عايز تختاري عايز تختاري ولا عايز تختارهم من كلهم اولي ولا تختارهم الاتنين مع بعض اقوله الاتنين مع بعض اقوله اوكي بالشكل قدامنا دا كده اقوله شايفين انزل بالشفت كده بروح جيه نازل بسرعة بالاسهم بتمشي بالراحة بس انا بختار شفت وابده ازبط ايه 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 البروجيكت بتاعنا همشي عليهم بقى كلهم بقى ايش ما انساش كنت سميت واحد ونص ميلي عشان افتكر ان ده واحد ونص ميلي برضو ممكن ارجع تاني غير برضو خش جواه الفاميلي وادها وادها الاسم واشيلها من هنا وارجع تاني عملنا ايه وكيا باش مانسين احنا تعلمنا فكرة جديدة مهمة كدا جدا تقدر تستخدمها في كل الايه في كل التاجز بتاعتك يعني بعد كده انت حبيت تغير التاج تخليه مسلا يصدر حاجة معينة وما يزارش حاجة تانية فهمنا موضوع الفيزابول ده مهمة جدا عام باش مانسين شغل دماغك تلاقي الموضوع صحيح لبي اذن اللي اتعلم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته